المفروض إن أي حد بيشتغل أي شغلانة يكون يا إما هي تخصصه اللي درسه يعني هو يشتغل فيه كتيره كلا زي مثلاً إن الدكتور فني اللحم تحت المية المهندس يا إما حاجة هو شاطر فيها وعارف زخنقها بقى تجهبها من تحت كده المنجد الميكانيكي المحامي مثلاً يا إما بقى تكون موهبة يعني واحد عنده موهبة اللي هو القيماجي مثلاً والترزي المطرب النشال دي مواهبة موهبة من عند ربنا يا إما بقى حاجة يكون تكوينك الجثماني يأهلك ليها البوديجارد رقاصة والحاجات ده محتاجة مؤهلات خاصة علشان خطر تعرف تعمل كده باستثناء الموظفين طبعاً اليوم مؤهلات بس أنا بصراحة بطلخبط معهم شوية ما بعرفش حكم عليهم لكن لا 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 بص أقول لك على حاجة يوعى تقول إن فيه شغلانة مهمة وشغلانة مش مهمة قد بالك كل الشغلانات مهمة يعني مثلاً الراجل بيقف بمناديل في الحمام ده مثلاً الناس تقول لك إيه طه ده إيه فايدته؟ يا خبرة بيض إيه فايدته؟ لا أنا أنا أقول لك إيه فايدته؟ تخيل أن إنت دخلت الحمام ولقيت المناديل جوه لوحدها من غير المدرب بتاعها؟ ممكن تهجمك ممكن تأذيك يا أخي ما هي ما تعرفكش إيه مش مؤلف عليه لأن استراكتر بتاعها مش واقف جنبها موجود معاها كده إنت مش تعرف تستخدمها بعدين لازم يكون فيه حد مختص يشوف مشاكل الموضوع عيوب الصناعة وبتاع هتحتاس جوه أطمع يعني فيش حاجة مش مهمة طبعاً هو ساعات بيبالغ شوية لما يديني المنديل يقول لي كل سنة وانت طيب يعني أنا مش حاسس إن دخولي الحمام مناسبة سعيدة لدرجة إنك تهنيني بعد الشر ما هيش من السنة للسنة لا ده مكاني الطبيقة بيجي كتير وبقى مش يقول البيت بيتي يعني لكن هو مهم لا مهمين عندك مثلاً كمان عامل الأسنسير ممكن حد يقولك يعني هو بيعمل إيه؟ يعني لا لا بيعمل كتير معلش؟ يا سلام؟ تعرف تسوق الأسنسير كده؟ تعرف تاخد الغرزة من السبع للتاسع دي الغرزة اللي بياخدها دي؟ شوف إيه ديه على الزرائر شوف الفن ملاحظته للإضاءة وبتاعتين تغمزله غمزة هو عارفك بخط بقى عارف أنت ساكت في الدور التلاتين ياخدك من الأرض للتلاتين حتى واحد غير ما يقف في محطات ولا ترانزيت ولا قرف البشر كلهم وقفين طلبين الأسنسير ما فيش ينفض لكل ده وعارفك شفت الخبرة فنان هو يعني عامل الأسنسير ده بيقوم مثلاً بدور المحرم تخيل اتنين لوحدهم في الأسنسير وهو مش موجود ها؟ تفاهم بقى عندك مثلاً إيه عسكري المرور اللي بيشاور للعربيات إنها تمشي والإشارة خضرة ويشاور لهم تقف والإشارة حفظ تقول لي فين الإضافة؟ يا سكوت ما تقولش ما تقولش فين الإضافة الإشارة فاتحة وانت داخل خلاص ما عدي بعدين قلبت وانت في نص الشارع الإشارة دي حتة حديد دي ما عندهاش مشاعر حضرتك لازم الراجل ده يقف إنه يقف وعدي ما تعديش كده يزبط الدنيا سيطرة على الموقف طب إفرد إن انت دلوقتي مثلاً واحد تاني ما بيعرفش يقرأ ولا يكتب وعنده مشاكل في الألوان نشوف بقى أخضر وأصفر وأحمر وبمبي أصلاً في إشارات بتبقى منورة كل الأنوار في نفس الوقت البني آدم الوقف ده هو اللي محرك المسألة هو اللي مخلي المسألة طريقية يعني يا ريت بقى أن نفكر بره الصندوق ونبطل نصدر أحكام بشكل عريف كده في بقى السايس اللي بيزهر لك فجأة وانت خارج من الركنة خلاص هبه يقوم دي يوجيهك بقى عارف النوع ده؟ آآ بصة باشي أكثر الشمال واطلع على طول كده في الشارع على طول لا والله فعلاً أمشي في الشارع على طول ممكن؟ طب وبعدين بعد ما أمشي على طول هتسبني لوحدي؟ أرجوك ما تسبنيش لوحدي خليك معايا أكمل معايا دليني إرشدني على بقيت مستقبلي أمشي إزاي تعالى قولي يعني أنا بقول أحسن ما يشحط برضو ولا يمد ييد واخد بالك الشحاتة برضو ده مجال ولو مواهب وشغلانة يعني أنا أتذكر الشحات الكلاسيكي بتاع زماني لو بدأ ينقرض بالفعل يعني الشحات التقليدي ده اللي هو اسمه الحركي شحاتة بكف لو بيجي مد ييد عادي لبس لبس مقطع استخدم جملة عاطفية أدعية محفوظة حسن قال لي لا تبنع بلاو كتيرا هنهي لك يا فعل الخير والسواد التقليدي فهم حاجة قديمة ده انقرض مفيش بقى هو مش مدابع الشغلان بتتطور مش أبديتب بالجديد في مجاله ومع ده كده مش صح إنه هو ضيع نفسه في حاجات أزرف كتير عندك مثلا الشحات المتغرب ده بيحكي قصص روائي الرجل ده روائي طبعا لو احترامه عنده دايما لازمة اللي هي وانا نفسه روح بلدي دايما يتكلم كلام كلام وفي الآخر يقفل وانا نفسه روح بلدي ده بيبقى عنده قصة مش مؤسرة اطلاقا مجملها إنه هو ضفضع بشري مصري لمطه طائرة هيلوكوبتر في المكان ده يقولك أنا حضرتك من قرية السنبيساوي وزور ابن خليط أمي وتذكر القطر القطر داس عليها وهي بتشرب وفلوس التذكرة تسرقت بعد ما تحرقت وفي الآخر وانا ذي ده روح بلدي يقوم قافل الكلام بنفس الحت نفهمت؟ ده تعمل معا إيه بقى؟ ده تطمنه ده مش محتاج فلوس ده عايز يتطمن عايز يحتواء أنا بقوله كده ولو ما تقلقش أسبوع اللي فات قابلت حول 18 واحد في نفس حالتك كلهم من قرية السنبيساوي كلهم معانا هنا ومفيش حد في بلدك وخلص دلوقتي خليك معانا يعني لو رجعت هتلاقي بلدك فاضية خليك معانا بقى ايه يتطمن هو كده يتطمن في بقى نوع من الشحاته صائع جدا محتاج تدريب ومحتاج قبضة قوية ده الشحات اللي بيدخل عليك مادد ايده بالسلام هو بيسعى للسلام عنده رسالة رسالة السلام اسمه لقلمي زهان شيكل ده طبعا إيه بتضطر تسلم عليه قفش خلاص الراجل خد ايدك تاني يفضل قفش في ايدك لحد ما يحكي لك تاريخه بالكامل ذكرياته ألامه عجزه كل ما أسيه ده الحل بتاعه ايه بقى أنا أقول لك بقى تعمل نفسك محتاج تطلع فلوس بايدك تسلد ايدك تخلع ما يشفكش تاني فأصلا هي محتاجة فاهم؟ محتاجة سنس عشان تتعمل معاها التوست ده هو اتمرن وعلى قبضته وأنا اتمرنت هنا هنا في الدماغ في بقى الشحات الرياضي بقى البطل الأولمبي يجري جنبك من غير ملل أو يأس جنب عربيطك منطقة الرشاقة والثبات أعلامي ده مستو ايه بقى لو مدتلوش حاجة ما يزعلش ليه؟ روحوا رياضية أولمبي النوع ده بقى لما بيعتزل بيدرب السايس اللي بيجي لك جارية وانت خارج من راكمة اشتغل مدرب يعني فاهم اللفة؟ في عندك كمان نوع شحات زاكي جدا ورومانسي بص هو رومانسي سلاش انتهازي عشان لو عايز تسارش عليه بيستغل لحظات التواهج العاطفي بين المحبين بيقتنص أقصى حالات الضعف الإنسان الشفاف ويعتمد على إن مشاعرك بتكون محلقة فأعلى درجاتها دلوقتي ويقرز بقى واطي جدا وأخيرا النوع الأكثر رعبا على الإطلاق الشحات الزومي لا لا ده وحش ده اللي بيظهر في منطقة ملتين يامت ليه في المقابر وانت طبعا معيط ومتأثر وعامل ده ده يرحمك يخش بقى يكمل عليك لأن انت بالنسبة له انت جاهز الشحات الزومي اللي من النوع الثاني ده الشحات المسرح يبقى ده راجل بيفهم في المكياج اكسسوار ما لابسه حاجت واخد وقف إضاقته يتكلم بصوت في بحهزة يتنفس بصعوبة يتكلم بالإشارات طبعا معاك الميت أشعة ورشدتات مضروبة بالهبل ده على فكرة دهائل جدا أنا مرة شفت يديته فلوس قلت له بص أنا على فكرة مش مديك فلوس عشان تتعالج لا لا فوجك أنا هارش أنا زميلك بالمناسبة فنان وكده قوي انت عجبتني يعني أنا أشكرك بس خف الميكب حط الفلوس في الرشدتات وطلع يجري فقلب أوليمبي فجأة وبقى زي الفل بقول لك إيه بص انت عارف المشهد بتاعي النهاردة تلغى أنا كنت محتاجة عشرين جنيه عشان أجيب غدا بس لأن انت عارف أنا مقارة السنبيساوي أساساً وبحتاج نقل دم لا ما أنا هروح أنا أجيبهم لك أنا من عند الحجة دلوقتي لا عصنا أنا قاعد هنا بقليك كذا يوم ما هجيلك أنا هجيلك بقى بعد كده تقولك سلم عليك يا عم بقى في حل عني بقى يا عم أنا بشحت منك إيه الناس دي